للمرة الأولى منذ عام 2002 صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء حي يهودي في قلب مدينة الخليل هذا الحي سيقام في الموقع الحالي لمعسكر الجيش الإسرائيلي وفق ما أعلنه وزير الدفاع وسيتضمن 31 مسكنا مع روضتين للأطفال ستبنى هذه المساكن في شارع شهداء الذي يوصل إلى الحرم الإبراهيمي وكان سابقا يعج بالحركة والمحال التجارية كما كانت محطة حافلات رئيسة تقع في هذا الشارع قبل أن تقوم السلطات الإسرائيلية بوضع اليد على هذه المنطقة وأن تقيم قاعدة عسكرية فيها لحماية المستوطنين الحكومة الإسرائيلية رصدت للمشروع نحو 6 ملايين دولار تتولى وزارات عدة تأمينها هذا القرار الاستيطاني يأتي بعد أسبوع من آخر سمح ببناء منطقة صناعية ثانية على مساحة مئة دنم في مستوطنة كريات أربع الواقعة إلى الشرق من الخليل وتعيش أجواء توتر شبه دائم مع وجود نحو 800 مستوطن يهودي فيها بين نحو 200 ألف فلسطيني يسكنون المدين